ظهرت تشرين حاولت انهيار هذا الفساد الموجود وقدرت قدرت ولو بشيء قليل لكن قدرت هذه خطوة أمل صح راحوا منهم 200 مثل ما تحدث لكن قدرت هذه شرارة أمل بأن هناك شباب يعني ما راح يسكتونوا وغيروا المعادلة القادمة أستاذ رائد نسبة الفقر في العراق 40% دقوا الدولي لتقرير الأخير 40% هذا الفقر ليس إرادة الله في الأرض هذه إرادة الفاسدين تصور عراق الغني بثرواته المادية والبشرية من أغنى الدول فيه نسبة فقر 40% 40% أي نتيجة؟ بالفعل حتى استجابة مجلس قضاء إن شاء المحكمة كان نتيجة المظاهرات لا أقول المظاهرات بذرة وهذه ينبغي التعويل عليها بيغض الله وجههم بالعكس المستقبل لهم لهؤلاء الشباب وبالعكس المستقبل لهم هذا النسق الجيري سوف ينتصر في الرامق الأخير في النهاية المستقبل لهم طيب بالانتصار هذا استاذ منتظر برأيك يعني أدخل بأكثر من محور يعني بداية هذا الفساد يكبد البلد خلينا نقول كثير من الخسائر الطائلة يعني إن كانت اقتصادية وإن كانت اجتماعية كذلك مثل ما نشوف شبابنا في ظل 40% نقول فقر في هذا الخط لكن هذا خلينا نقول اجتماعيا تأثيرها وكذلك اقتصادية بالتأكيد يعني أنت أمام وعلى أساس خرجه وشباب تشرين بالضبط يعني أنت أمام يعني البلد يخرج سنويا عندك مليون عاطل إلى سوق العمل يعني أنت مليون خريج مليون خريج زين دولة وين راح تستوعبهم إذا أنت يعني دوائر الدولة أدخمت بالموظفين وما يجري اليوم هو من تعينات وبأجور يومية أو أجور ما عرف إيش أو عقود هي ضحك على الذقون والامتصاص غضب الشارع لا أكثر لأن الدولة أدخمت أو دوائر الدولة أدخمت بالموظفين وهي بحاجة إلى تسريح العديد منهم ربما هذا واحد انتهى ذول الأربع ملايين اللي راح يضافون على كاهل الحكومة الحالية يعني سنويا مليون إضافة إلى الملايين من العاطلين فبالتأكيد هذا راح يزيد غضب الشارع أكثر فأكثر في ظل أنت عاجز عاجز عن إيجاد قطاع خاص نشيط يعني أنت قوانينك اليوم الاستثمارية هي بليدة وبائدة يعني لا تتناسب مع تطور السوق والاقتصاد وما شاكل أضف إلى هذا يعني من هب ودب ودخل في جسد الدولة أصبح فاسدا لا أقول الكل لكن أقول منظومة هي المنظومة فاسدة